فيلم جاك تبدأ قصة الفيلم ويا شاب اسمه جاك ونشوفه هو حظر الريوك الاخو الصغير اللي يكون اسمه مانويل وبعده يحظر نفسه ويروح على المدرسة وهنا نعرف انه امه اللي يكون اسمها جيسيكا هي ما تهتم بهم ابدا وهي مقضية اغلب وقتها ويا صديقاتها وبعد انتهاء الدوام جاك يرجع للبيت وينصدم لما يشوف اكو شاب ويا امه ولما جاك يسأل امه منه هذا جيسيكا تقول له انه هذا اللي رح تزوجه بالمستقبل ونعرف انه ابو جاك هو اسمه جابريال بس هو مات اثر سكتة قلبية واهنانا جاك يضوش كل شهواية لان هي ما احترمت فراق ابوهم فيروح ويشمر ملابس هذا الشخص من الطابق السابع وخطيبها لما يشوف تصرف جاك يعصب عليه ويقول لها ستنزل ويجيب لي ملابسي ولما جاك رفض خطيب جيسيكا يعوفهم ويروح وهنان جيسيكا انقهرت عليها وهي نزلت وراه على مدة هدي بس هو ما يهتم لها ويعوفها ويروح ولما جيسيكا ترجع على اطفالها كانت معصبه كل شهواية بس هي ما ظهرت هذا الغضب عليهم وبعدها جيسيكا تروح على شغلها اما جاك واخوه فهم طلعوا يلعبون خارج البيت ونعرف انه جاك هو يهتم باخوه صغير اكثر من امه وهو اللي يدير باله عليها وبعد ما يكملون اللعب يرجعون للبيت او جاك يبدأ غير ملابس اخوه ويحضر له الحمام بينما يجهز الغد او بعد دقائق جاك يسمع صوت مانويل وهو صيح فيروح عليها بسرعة ويشوف ان المياه حارة جدا وايضا يشوف اخوه وجسمه كله محترق بسبب المياه الحارة وهو بقى يصرخ من الالم وعلى اثرها امه وجاك ينقلون مانويل للمستشفى او بعد ما يعالجوه مديرة المستشفى تحكي على انفراد هي وجيسيكا او مديرة المستشفى اللي يكون اسمها سارة تقول لها انه احنا مجبورين انه ناخذ اطفالك ونعيشهم بدار رعاية الاطفال لانه انت مجا تهتمين بهم بشكل مناسب وجيسيكا كانت تتحاول انه تمنحها وتترجاها انه ما تاخذ اطفالها بس سارت كانت مصرة وتقول لها اذا خليتهم يرجعون مياه للبيت احتمال مرة ثانية واحد بهم يتأذى ويموت واني بيشي حاله رح تحمل المسئولية او بالفعل تجي لجنة ادارة الاطفال وتاخذ جاك او بعد ان شوف جاك هو يحاول انه يتأقلموا يحياته الجديدة اوه كان يحاول انه يبتعد عن المشاكل على مودي يصير الشاب المثالي بالدار وباثنان ما هو بالساحة يجعل يا شابه بعمره اوه بدأ يضرب بيب قوة السبب غير معروف وهنا مشرفة الدار تشوف اثار الضرب على وجه جاك فتسأل عن اللي يصار بس جاك يرفض يحكي لها على مودي جنب المشاكل حتى يخلوه شوف امه واخوه وهنا شوف جاك هو طلع يتمشي او فجأة يشوف بيت مهجور قدامه فقرر انه يدخل بي ويستكشفه او بعد دقائق يسمع صوت جاي من الخارج او لما يروح على مودي يعرف شنه مصدر الصوت يشوف ثلاثة من زملائه وهم جايين للبيت وهو بسرعة ختل او بعد ما خلهم يلتهون قدر انه يهربوا من الشباك ويرجع للدار مرة ثانية او لما رجع للدار ساعد باقي الاطفال على مودي يسوون الاكل او لما يكملون جاك يرجع لغرفته او يبدون يلعبون هو وصديقة اللي يكون اسمه مارك او جاك يبدأ يحكي صديقة مارك ويقول له انه انا اشتاقت الام واخوها الصغير واني انتظر الاجازة على مودي اروح واشوفهم ويقول له صح امه ما تعملني بشكل جيد الا انه انا احبها او بالفعل لما يجي ثاني يوم كان يوم الاجازة او جاك كان فرحان كل شهواه لانه اخيرا رح يشوف امه واخوه وهو بدأ يحضر ملابسه على مودي يروح ويشوفهم بس مديرة الدار تاخذ للمكتب مالتها وهي تسمح له انه يحكي ويأمه على التليفون بس امه تقول له انه انا ما قدر اشوفك بهاي الاجازة لان انا عندي شغله هواية وتقول له ايضا حتى اخوك مانويل ام خليتك يا مصديقتي وتقول لاني وعدك انه الاجازة الثانية انا راح اجيك وبهاي الاثناء جاك كان حاسب خيبة امل وهو بقى يصرخ ويبتشي بس مديرة الدار تحضنه وتهون عليه وتقول له اني وعدك انه الاجازة الجاية انا اللي راح اوديك عليها وبعدها جاك يرجع للغرفته ويغير ملابسه وهو ياخذ منظار مارك اللي نساه يمه وهو راح للبحيرة ويديه يستكشف السماء والطيور بالناظر اللي عنده وبهاي اللحظة يجي علي الشاب اللي ضربه بساحة الدار واللي يكون اسمه دانيالو وهو اعتذر من عنده على اللي صار ويطلب منه انه ينزلون على مدى سبحون بالبحيرة وبالفعل جاك يوافق وينزلون سوء بس نعرف انه نية دانيالو كانت سيئة جدا وهو حاول انه يغرق جاك بالبحيرة بس جاك قدر انه يدافع عن نفسه او قدر انه ينقذ نفسه ويطلع اما دانيالو فهو يشمر ناظر جاك بالبحيرة او جاك يذكر انه هذا الناظر غالي جدا وايضا يحرف انه هذا الناظر هدية من ابو مارك قبل لا يتوفى وبهاي اللحظة جاك يعصب كل شهواية فيشيل فرح مال الشجرة ويضرب دانيال على راسه وهو يخليه يفقد الوعي وبعده نزل بالبحيرة على مودي يدور على الناظر بس للاسف هو ما يلقى وهنانه يطلع ويشوفه بعد فاقد الوعي وبهاي اللحظة هو يخاف كل شهواية لانه كان يعتقد بانه هو مات فهو بسرعة ياخذ ملابسه او يرجع قبل لاحد يشوفه لكنه كان يحس بتعذيب الضمير اليه فرجع على مودي يساعده بس يتفاجأ لما يوصل ما يلقى دانيالو بمكانه فقرر انه يدور عليه او جاك بقى يمشي بالغابة على امل انه يلقى وهو راح على الطريق العام وما يعرف الشون يتصرف وعلى اثرها هو يتعب ويناعس وينام ولما يجي الثاني يوم يظلم كمل طريقه الحد ما ليقسرها على الشارع وهو دخل بيها وغسل وجهه واكل وبعدها يتصل على امه بس يستغرب لما ما حد يرد عليه فهو قال لها بالرسالة انه انا راجع للبيت او بالفعل هو رجع للبيت ماشي وكان البيت يبعد عن الدار 8 ساعات متواصلة او لما يوصل للبيت يبقى يدق بالباب بس ما حد يفتح الباب نهائيا او لما عرف انه ماكو احد بالبيت راح على سيارة وراء بيتهم وهو فتح ونام بيها لانه كان تعبان جدا ومن ييجي ثاني يوم جاك يرجع البيت مرة ثانية على مود يشوف امه واخوه لكن هو لما يروح يتفاجأ لما يشوف مشرفة الدار وهي جاي يدور عليه او كانوا اياها الامن وهو بسرعة قدر انه يهرب من عدهم بدون ما يشوفوه او بعدها جاك يذكر ان امه خلت اخويها صديقتها او بالفعل جاك يروح على صديقة امه اللي يكون اسمها كيت او جاك يقول لها انه انا اريد اخذ مانويل بس كيت ترفض هذا الشي وهنا جاك يدارك الموقف ويقول لها ان امي تزتني عليك على مود اخذه لان انا اخذت اجازة من الدار واريد اشوف اخويه او بالفعل كيت تقتنع وتنطيع عنوان بيتها وتقول لها تلقى بالبيت وروح اخذه وتقول لها ايضا قول لامك خلت دير بالها على مانويل وايضا تقول لها هي ما لازم تترك مانويل الوحدة او بعدها جاك يروح على اخوه وبالفعل هو يلقى ويحضنه ويقول لها احنا لازم ندور على امنا لان انا ما لقيتها واهنا انهم يركبون الباص اما اكيد فهي كانت مطيتهم فواكه على مدياكلوها بالطريق او بعدها يوصلون للمكان اللي تشتغل بي امهم بس الموظفين يقولون لهم انه امهم جيسيكي صار الاسبوع مو جاية للشغل فهم لما يسمعون يصدمون ويطلبون من الموظف انه ينطيهم عنوان خطيبها او بالفعل الموظف ينطيهم العنوان ولما يروحون للعنوان يشوفون صحرة حفلة وهم خافوا انه يدخلون واهنا هم يروحون للمكان الثاني اللي تشتغل بي بس للاسف هم ايضا ما يلقوها او جاك يعتقد انه امه رجعت للبيت فهو يتصب بها من رقم البيت لكن ايضا ما كرد او جاك اخذ اخوه ورجعوا للبيت على امل انه يلقوها ولما يدقون الباب ما احد يفتح لهم فهنان جاك بقى يدور باحذية البيت على مديق المفتاح وايضا هو ما يلقى او جاك يقرر انه يترك لها رسالة على مدمن ترجع تخلي لهم مفتاح البيت جوه السجادة وهم انهم هو نفس السيارة اللي وراء بيتهم ومن ييجي الثاني يوم كانوا جوعانين جدا وهنان جاك خلق اخوه انه يسرق لهم الايس كريم او بالفعل مانويل قدر انه يسرق فهنان هم يدخلون على السوبر ماركت او جاك يشوف انه اكو ناظر شبيه الناظر مارك وهو قرر انه ياخذ واحدة صديقة مارك بس هو ما عنده فلوسه وسعرها كان غالي جدا فقرر انه يسرقها او بالفعل هو ضمها جوه الملابس وبهذه الاثناء ما يلقى اخوه مانويل فقرر انه يدور عليه بالسوبر ماركت لكن هو ايضا ما لقى وبهذه الاثناء اشتوصت الانذار بالسوبر ماركت والموظف بده يركض وراء جاك لينسرق الناظر بس جاك قدر انه يتيه مكانه او بعدها جاك بوق يدور بالشارع على اخوه بس ما لأي اثر فقرر انه يتركه ويرجع للبيت على مود يشوفه او بالفعل لما يرجع للبيت يشوفه نايم على باب البيت فهنان جاك يقعد ويعتذر من عنده لانه عاف وهو اخذ على مود ينامون بالسيارة بس للاسف صاحب السيارة يشوفهم ويطردهم وايضا هو يلزم جاك ويضربه ويقول له ممنوع بعد اشوفك هنا وبعدها هما الاثنين يروحون ينامون بحديقة عامة ولما يجي ثاني يوم يروحون على زميل امهم اللي يكون اسمه موغن وهم اطلبوا من عنده انه يدليهم على مكان امهم بس هو ايضا ما يعرف مكانها وهو اتصل عليها لكن هي ما تشانة تجاوب ابدا وجهازه مغلق وموغن بعد ما اكلهم يطلب منهم ان يرجعون للبيت وينتظرون امهم بس جاك يقول له احنا ما عدنا مفتاح البيت ويقول له ايضا انه احنا نايمين بالشوارع وموغن يحزن كل شهواية وهو قرر ان يخليهم يمه لحد ما تبين امهم وهنا جاك بدأ يساعد موغن بعمله وبعد انتهاء اليوم يتصلون عليها لكن ايضا ماكو اي فايدة وموغن يقول لهم انا اتوقع انه امكم متزوجة وعيفتكم وهو يسأل جاك على موضوع الزواج بس جاك يقول له انه خطابها واحد او من بعدها عافها وبهاي اثناء موغن قرر ان يرجحهم الدار الرعاية وبالطريق جاك ينزل وياخذ اخوه لان عرف ان موغن يمديهم الدار الرعاية اما موغن فهو يقول لهم انه امكم عافتكم وراحت واني مو ابوكم على مداني اقدر اتحمل مسئوليتكم ولهي شي سبب انتوا لازم تروحون للدار الرعاية ويقول لهم ايضا اني عندي شغل ومفاضي لكم فجاك يعصب من كلامه وياخذ اخوه ويروحون على مكان قريب بيتهم على مدينامون بس مانويل كانت تعبان وهنا جاك يصعد على ظهره وينوم على كرسي استراحة على الشارع وبهاي اللحظة جاك يشوف اضوية بيتهم مفتوح ويفرع كل شهواية لانعرف انه امه رجعت فيروح بسرعة ويقعد مانويل ومانويل ينسى التعب لما يسمع بالخبر وهم يروحون بسرعة على بيتهم ولما يدقون الباب تطلع لهم امهم وهي تحضنهم وتعتذر منهم لانه هي تركتهم بدون ما تسأل عليهم او جيسيكا تقول لجاك انه انا اتزوجت شخص طيب وبهاي الفترة انا رح اعرفكم عليه وبعدها نشوفهم امه دا يتعشون او جاك عرف كل الحقيقة وانه امهم حافتهم على متزوج وهي ما اهتمت اذا كانوا جعانين او لا ومن يجي ثاني يوم جاك يستغل انه امه نايمه ويامانويل وهو ياخذ غراضه وملابسه وايضا ياخذ الناظور اللي رح ينطيل مارك وبعدها يركب الباص او يرجع الدار الرعاية لانعرف انه مكان الرعاية هو يعيش بي احسن مما يعيش موحدة ضحت بيهم الاجل حياتها ولهنانه تكون نهاية الفيلم اشتركوا في القناة